اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الولي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على اهمية العلاقات الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية مشيدا سموه بتنامي مسارات التعاون في مختلف المجالات خاصة في الجوانب العسكرية والدفاعية جاء ذلك لدى لقاء سموه بحضور الفريق الركن ذياب بن صجر النعيم رئيس هيئة الاركان مع الفريق بحري وليام موران نائب رئيس العمليات البحرية الامريكي والوفد المرافق حيث رحب سموه بالفريق موران معربا عن تعزيه بوفاة الادميرال جون سكوتستيرني قائد القوات البحرية للقيادة المركزية للقوات المسلحة الامريكية وقائد الاسطول الامريكي الخامس وتم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والقضايا الراهنة على الساحتين الاقليمية والدولية